أستاذ سامح يتفضل صباح الخير يفن صباح الأنوار أنا عندي مشكلة بس بسيطة كده وأعايز زي طبعا صباح الخير لأن أي وقت حالك بتتصد بنا ده يبقى صباح نور تفضل يفن تفضل أستاذ سامح أنا عندي مشكلة مبيني ومبين إخواتي وسيدة الرحم انقطعت مين اللي قطعها؟ أنت ولا هم؟ هم اللي قطعوها بسبب أن هم كل واحد بيفكر في نفسه وكل واحد بقى هو الكبير ونسيه إيه الكبير فيهم لقوه خالص ولقى المسؤولية طيب وفين يعني سؤال حضرتك إن إزاي نعيد مع بعض السلة الرحم ونعيد مع بعض الألفة والانتماء للأسرة مرة تانية طمام طيب هجاوب على حضرتك أستاذ سامح شكرا أحدك اسمك سامح نعفو ونصفح وأماننا في ده إن ربنا يعفو عننا ويصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ مش أنت بتحبوا هم بيحبوا إن ربنا يغفر لكم سامحوا بقى ما ما حصل أصلاحنا مش أنيجي نقول للناس تعالوا نحقق في أسرة فيها خمسة ولا ستة وكل واحد يجيب حجته لا سامحوا بقى أول حاجة نعملها عشان سلة الرحم ترجع مرة تانية المسامحة خلاص عفو الله عما سلف انتهت القضية ويغفر لنا إن شاء الله بهذه المسامحة مسامحة دي موما تتواصل ما تقطعهمش حتى لو هم أطعوك ما تقطعهمش لأن رسول الله سبحانه بيقول ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت راح يمو واصلها الحاجة التالتة والمهم جدا لازم نعرف أن العلاقات بتبنى على الفضل فإيه اللي حاصل استثمر في العلاقة بتاعتك زي ما تصدق على غلبان تصدق على أهلك تصدق عليهم بكلمة حلوة تصدق عليهم بنظرة تصدق عليهم بمساعدة تصدق عليهم ودي صدقات مهمة جدا في حياتنا اسمها صدقات الأخلاق تتصدق بأخلاق وده شيء مهم جدا جدا تعملوا التلات حاجات دولة لو هتعملوا كافرين أن هم يرجعوا تاني صلة الرحم إلى أفضل ما يكون